بعد خمسة أيام من مراثون المباحثات في الرياض والتي تكللت بلقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عاد وفد جماعة الحوثي إلى صنعاء في أجواء يسودها تفاؤل محفوف ببعض التساؤلات الأمير خالد بن سلمان هو أرفع مسؤول سعودي يلتقيه وفد الحوثيين منذ بداية الحرب وهو ما يعكس مستوى المفاوضات وجديتها واقترابها من أكثر الملفات تعقيدا برعاية سلطنة عمان ويعود وفد الحوثيين إلى صنعاء برفقة الوسيط العماني للتشاور حول ما تم التوصل إليه في مفاوضات الأيام الخمسة في الرياض والتي شملت وفقا للمتحدث باسم الجماعة خيارات وبدائل لتجاوز قضايا الخلاف بما فيها صرف الرواتب ومعالجة الوضع الإنساني وسابقا وصف الحوثيون أجواء المشاورات بالإيجابية واختفت من خطاب الجماعة ثنائية الطرف والوسيط السعودي ما يعني أن الحوثيين وصلوا إلى نقطة القبول بالرياض كطرف راعي لمشاورات قد تشهدها الأيام المقبلة بين الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة الخارجية السعودية رحبت بالنتائج الإيجابية من النقاشات التي أجريت مع وفد جماعة الحوثي مؤكدة التوصل إلى العديد من الأفكار لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها الأطراف اليمنية كافة وحتى الآن لم تتضح معالم خارطة الطريق هذه لكنها وفق مراقبين لن تبتعد كثيرا عن المبادرة السعودية التي تقدمت بها المملكة في مارس 2021 والتي ترتكز على إيقاف إطلاق نار شامل وتخفيف القيود على المطارات والموانئ وحل مشكلة الإيرادات وبدء مشاورات شاملة بين الأطراف اليمنية ولتزال حتى اللحظة نتائج هذه المحادثات مرهونة برد قيادة الحوثيين في صنعاه لكن ما يشغل النخبة اليمنية اليوم هو مصير المرجعيات الثلاث والتي ما فتئت الحكومة اليمنية تؤكد عليها وما فتئ الحوثيون يرفضونها فإلى أين ستقود هذه المفاوضات وهل فعلا أصبح اليمن على عتاب السلام وما مصير مرجعيات الحل الثلاث